ومواقع البركة في القرآن سبع فإن بركة القرآن تلتمس من أشياء سبعة أولها بركة قراءته قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وثانيها بركة استماعه قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والإنصات قدر زائد عن الاستماع فإن الاستماع هو الإقبال على سماع القرآن بنية والإنصات هو ترك الاشتغال عنه بغيره وثالثها بركة علمه قال تعالى الرحمن علم القرآن فمن رحمة الله سبحانه وتعالى تعليمه إيانا القرآن فنجد من بركة القرآن بتعلمه ورابعها بركة العمل به قال الله تعالى في الآية المتقدمة وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه يعني اعملوا به وهاتان المنزلتان وهما بركة العلم والعمل هما المذكورتان في الآية الثالثة أو الآية الرابعة وهي التي لما ذكر الله عز وجل فيها بركة القرآن قال ليتدبروا آياته فإن المقصود بتدبر القرآن هو العلم والعمل به والخامس بركة التذكر والاتعاض به كما قال تعالى كتاب مبارك أنزلناه ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب والسادس بركة الاستشفاء به قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فمن بركة القرآن أنه يستشفى به والسابع بركة الحكم به والتحاكم إليه قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وحكم الله سبحانه وتعالى هو ما جاء في كتابه القرآن فهؤلاء السبع هن مواقع البركة في القرآن فمن أراد أن يلتمس بركة القرآن أقبل عليهن وشرط الانتفاع بالتبرك بهن أن يكون وفق خطاب الشرع ومراده فإذا أراد أحد أن يتبرك بواحد من هذه الأمور السبعة وجب أن يكون تبركه بالمشروع لا بالمبتدع فإن من قواعد التبرك العظيمة أنه ما تبتت بركته فلا يجوز التبرك به إلا على الوجه المأذون به فإذا تبرك فإذا تبرك العبد به على الوجه غير المأذون به لم تحصل بركته وربما كان آثما باعتبار كل مسألة بحسبها فإذا أردت أن تتبرك بالقرآن وفق مورد من هذه الموارد السبعة فأقبل عليه كما علمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم وإياك والوقوع في شيء من الإحداث الذي يراد به التبرك ولا يوجد فيه